المستقبل والرؤية للمنتخب مثلا الشباب والناشين هل انتوا على كده اكتفيت وحتدخلوا الاستحقاغات دي جاهزين ولا في الباب مفتوح وممكن تستقبلوا لعيبة هي كما ذكرت لك انه احنا غبنا كتير من داء المنافسات السينية منتخب هذا المنتخب للشباب هو حيلعب المنافسة سيكافة الزون متاح سيكافة اللي هو مؤهل للنهاية الافريغي اللي حيكون في مصر تحت العشرين اللي هو ده بيودي لكاس العالم فالداء استحقاغوا في حيكون في السودان يعني السودان حيستضيف سيكافة المنا بيصعدوا فريغين للنهاية الافريغي تلاتة وعشرين ايضا المنتخب الناشيين الان موجود في جدة بيؤدي في فترة معسكر ومبارات عدادية حيخوض هذه الخاض مبارتين مع المنتخب السعودي لو ملاحظ الناس الفنيين اللي بيقولوا بيحللوا النتائج بتشوف انه انحنا منتخبنا جاء ادى اول مباراة له وهينه كان اول مباراة يديها مباراة حيبيه امام ليبيا انتهت بالتعادل انهزم امام المنتخب المغرب بالظروف يعني يمكن في دي لاقوا اي ظروف بتعاني مننا الفردة الكبيرة اللي هو ابهاي ارتفاع كبير على مستوى في نقص في الوكسيجين في العداء هم ما معوادين على كده امطار يعني يمكن على طول المباراة اللي يعدون امام المغرب امام فلسطين بسعد امام فلسطين خسروا بسبب الامطار لانه ما مهيئين يعني كانوا تقدمين لحد اخر عشر دقائق يمكن تعادل فيه منتخب الفلسطين وفاز فدي كلها ظروف الحمد لله السعواج هم بكونوا مهيئين لها بشكل افضل عشان يعدوا بشكل التسلسل بتاع المغرب امكان بعد الدورة لعبوا امام اللبنان فازوا ثلاثة واحد ده تسلسل الطبيعي بوري احنا لاعبنا اللاعب السوداني على مستوى الفرغة السينية على مستوى المنتخب الاول كل ما عديته بتجارب قوية وانا كنت مع المنتخب المتأحل سنة 2012 جينا لعبنا بعد متأحل لعبنا وعسكرنا في الامارات لعبنا امام تونس ينهزمنا ثلاثة صفر